لو الكرت الممري بتاعك ظهر في المشكلة دي او المشكلة دي ففي الفيديو ده ان شاء الله هنشوف اسهل طريقة نقدر نحل بها المشكلة دي بكل فعالية تابعوا معايا في الفيديو يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده ان شاء الله هنحل مشكلة شقيعة جدا في الكروت الممري وهي مشكلة الكرت ما بيشتغلش في التليفون او بتركب الكرت يقول لك رسالة انكر للاصلاح زي اللي احنا شفناها دي او ممكن تظهر لك بشكل تاني زي الصورة دي كده فهنعرف ازاي نقدر نحل المشكلة طيب قبل ما نحل المشكلة تعالى اوضح لك ليه المشكلة دي بتحصل معاك اول سبب معانا وهو الكرت الممري بتاعك ممكن ما يكونش اصلي او الكرت نوعه رديء او الكرت اصلي بس في نهاية عمره فبيضى يحصل في المشاكل دي فطبعا لو المشكلة دي بتظهر معاك باستمرار في الكرت فانت الاحسن انك تاخد بك قبل بتاعتك او تغير الكرت طيب تاني سبب معانا هو انك بتخرج الكرت من التليفون بشكل غير امن يعني ايه لما انت بتشيل الكرت من التليفون فيه خيار مهم جدا بتنساه انك تعمله قبل ما تفك الكرت وهو الالغاء التحميل اه بتلاقي الخيار ده موجود في واحدة التخزين بتلاقيه موجود في الاعدادات طبعا الخيار ده مهم جدا جدا لان لو فيه اي عملياتنا اه بيانات على التليفون بتتم حتى لو انت مش واخد بالك فانت لو انت فكرة الكرت وهو بينقل فده بسبب اعطال في الكرت وممكن كمان يوصل ان هو يتلف منك فمهم جدا جدا انك تعمل الالغاء تحميل للكرت قبل ما تشيل الكرت من التليفون بعد ما تنافنا على السببين تعالوا نعرف ازاي نحل المشكلة طيب تعالوا نعرف ازاي نصلح المشكلة دي زي ما انتو شايفين يظهر لي رسالة في الاشعارات انكر الاصلاح لو انا ضغط على الرسالة فهيبدأ التليفون يفرمط الكرت يعني هيفرمطه لك يعني هيمسح كل الداتا اللي على الكرت وده طبعا خيار يعني مستبعد لكل واحد لان بقى عليه الداتا فهيمسح كلها تاني خطوة معانا وهي انك اتصلح الكرت من خلال الكمبيوتر بتاعك هتشتري اي ريدر من محل تليفونات واستعره رخيص جدا في حوالي عشرة جنيه وهتركب في الكرت الموموري وهتوصله على الكمبيوتر بعد كده بيظهر الكرت الموموري بيظهر الكرت الموموري كبارتشان زي ما احنا شايفين كده بنعمل كليك يمين وهتنجي على اخر خيار بعد كده هتيجي على تاني خانة اللي هي وهتضغط على اللي هي طبعا الخيار ده بيصلح اي مشكلة في الكرت لو في اي اعطال فيه فهو بيحللي المشكلة من غير ما افقد البيانات بعد كده هتعمل كليك يمين على الكرت وهتعمل علشان تخرج الكرت بشكل امن طبعا هو ده الخر اللي انا باتكلم عليه بيكون في التليفون مشابه ليه بيفصل الكرت بامان من غير ما يحصل فيه اي اعطال طبعا بعد ما احنا فاكينا الكرت تعالوا نجربه على التليفون زي ما احنا شايفين الكرت بعد ما راكمنا في التليفون اشتغل من غير اي مشاكل وكل الداتا بتاعتنا موجودة على الكرت من غير ما نعمل وكده نكون وصلنا للفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو اي احد عنده اي افصار او اي مشكلة يكفى لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم واستناكوا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.